نتزال مسألة الهجرة والمهاجرين تمثل تحدياً لأوروبا لكن القارة العجوز تستخدم إجراءاً صادماً وغير مسبوقاً بحسب تقريراً لصحيفة أوبزيرفر البريطانية التي كشفت عن دفع الاتحاد الأوروبي المليارات للعصابات المسلحة في أفريقيا كي تمنع المهاجرين من الوصول إلى أراضيها أوفي مثال لهذا الأمر ذكر الصحيفة أيريش تايمز البريطانية أن شاباً صومالياً تم احتجازه في سجن طريق السكة في ليبيا عقب رحلة من الصومال محفوفة بالموت ليحرق نفسه بعد تسعة أشهر فقط ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يدفع للميليشيات ملايين اليوروهات لاحتجاز أي شخص يعتقد أنه مهاجر إلى أوروبا وكغيره من بقية السجون في ليبيا فإن طريق السكة هذا هو مكان الجوع والمرض والضرب والاغتصاب والتعذيب والموت بحسب الصحيفة صحيفة أوبزيرفر توصلت إلى أن الاتفاقية التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول وخاصة الإفريقية منها بهدف منع المهاجرين من العبور من خلالها أدى إلى إنشاء صناعة كبيرة للخطف والاحتجاز من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر الصحيفة أضافت أن قادة الاتحاد الأوروبي يغلقون أعينهم عن الحقيقة وعن سياساتهم ويتظاهرون بأنهم أصحاب رسالة أخلاقية وأنهم يتحدون شرور المهربين وهم يمنحون الأموال بهدف منع وسول المهاجرين من خلال قتلهم واحتجازهم وزجهم في السجون لطالما رفعت أوروبا والدول الأوروبية شعارات حقوق الإنسان ونصبت نفسها مدافعاً عن هذه الحقوق إلا أن التقارير الصحفية التي تتحدث عما يتعرض له المهاجرون نحوها يعكس صورة مغايرة تماماً ترجمة نانسي قنقر